أستاذ ماهر مقلد مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ ماهر أهلاً وسهلاً بحضرتك إذا كان ما يمر به لبنان ليس انسداداً سياسياً فماذا يمكن أن يسمى؟ بالتأكيد هو أكثر من توصيف انسداد سياسي الوضع في لبنان مجمد على كل الأصعيدة وعلى كل المستويات هناك أزمة مستمرة ومستمرة منذ أكثر من عام في لبنان لا أفق للحل لا يوجد حكومة تعمل بالمفهوم الطبيعي لممارسة الحكومة لكل صلاحياتها التراشق الإعلامي بين القوى السياسية وبين الزعماء وبين المسؤولين في إدارة الدولة اللبنانية وضع مستمر التباعد قائم جداً وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل الإعلام الداخلي أو حتى الخارجي مسؤولية ما يجري في الداخل اللبناني الداخل اللبناني أزمة صعبة جداً يتحمل فتورة وتبعات هذه الأزمة المواطن اللبناني الذي يعاني من كل ما له علاقة بتسير أمور الحياة في لبنان عندما جرت توافق على اسم الرئيس سعد الحريري ليكون رئيساً جديداً للحكومة تفائل الكثيرون وقالوا إن هناك اختراقاً كبيراً حتى لو كان مراً على قلوب البعض لكنه سيشكل اختراقاً لإرضاء كل الأطراف إذا جاز التعبير وفهم من تصريحات الرئيس الحريري بأن مهمة تشكيل الحكومة ربما لن تستغرق إلا بضعة أيام ها هي ذا تمر الأيام والأسابيع اعتباعاً والحال على ما هو عليه من المسؤول عن حالة الجمود أو الانسداد أو ما هو أبعد من الانسداد كما وصفته أستاذ مهر المسؤول طبعاً بكل تأكيد القادة أو الزعماء اللبنانيين اللي هم يعني بيمثلوا الطواقف أو الكتل السياسية الوازنة في الواقع اللبناني كما نعلم وكما يعلم الجميع كانت هناك جهود حسيسة قامت بها فرنسا والرئيس الفرنسي ماكرون يعني زار لبنان مرتين وطالب بأقصى يعني بكل الجهود الدبلوماسية والودية والعلاقات الوطيدة التي تربط فرنسا بلبنان بأن يتم التسريع في تشكيل الحكومة اللبنانية وكان هناك فهم خاطئ لدى الخارج بأنه يمكن تسريع الحكومة اللبنانية أو تشكيلها في وقت سريع لكن يعني حتى الآن مر أكتر من يعني شهور وليست أسابيع منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة ولكن الوضع يعني يعود إلى نقطة الصفر والعنوين البارزة لأسس الخلاف كما يعني يصدر من السياسيين هو الخلاف على تسمية الوزراء أو على التوزيع الحقائب الوزرية لكن طبعا المعنى أكبر من كل هذا بكثير وليست الأمور كما تبدو على لسان السياسيين في الخلاف على اسم وزير أو تسمية وزير لكن هي إشارات إقليمية ينتظرها الداخل اللبناني وفقا للأجندات الخاصة بكل فريق سياسي ينتمي إلى مكون خارجي وبالتالي تتعقد كل يوم بعد يوم الأزمة اللبنانية على كل الأصعيدة وهنا نطرح يعني جملة من الأسئلة الطبيعية هل هناك أزمة سياسية في لبنان؟ بالتأكيد هناك أزمة سياسية في لبنان من المسؤول عن هذه الأزمة؟ المسؤول عن هذه الأزمة هم القادة أو السياسيين اللبنانيين الذين يشكلون يعني أداه للحكم في المشهد اللبناني من يتحمل تبعات أو نتائج هذه الأزمة؟ بكل تأكيد المواطن اللبناني المغلوب على أمره سيد مهر في قليل من التفاصيل الرئيس سعد الحريري كان قد عبر على حسابه على موقع تويتر بغضب شديد من التيار الوطني الحر بزعامة النائب جبران باسيل وقال أنا كلفت بمهمة تشكيل حكومة وقلت أن الخيار الأول سيكون لوزراء غير اختصاصيين حكومة تكنقراط بعيدة عن المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية وما إلى ذلك فإذا كان هناك من يضع العصى في العجلة لعرقلة طريق تأليف الحكومة عليه أن يتحمل هذه المسؤولية هذا في مضمون وفهم ما قاله الرئيس الحريري أين المشكلة إذن في مسألة تشكيل حكومة من اختصاصيين غير مسيسين أو حزبيين؟ المشكلة في لبنان أبعد من هذه العنوين المشكلة في لبنان هناك كما ذكرت هناك إشارات إقليمية يعني يلتزم بها حرفيا المكون الداخلي اللبناني التيار الوطني الحر بما يمثله جبران باسيل وبالتأكيد ينتمي إليه شكلا ومضمونا رئيس اللبناني الحالي مشيل عون باعتباره كان رئيسا للتيار الوطني الحر هو يسعى بكل طرق من أجل أن يعيد جبران باسيل إلى الواجهة السياسية بعد أن كان هدفا للعقوبات الأمريكية وبالتالي أصبح مستقبله السياسي بين قوسين أو بين مزدوجين كما يقال في اللغة اللبنانية وبالتالي أيضا حزب الله ينتظر الإشارات من إيران وينتظر تنصيب الرئيس الأمريكي يوم عشرين المقبل وبالتالي كل هذه الإشارات الإقليمية تعطل تشكيل الحكومة كما ذكرت وكما يذكر الكثيرون أن ليست المشكلة مشكلة اختصاصي أو سياسي لا يوجد في لبنان بالمفهوم العام اختصاصي غير منتمي لتيار سياسي أو لا يتبع طائفة سياسية لكن الهدف الذي كان يقصده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو أن يكون له مرونة في اختيار أسماء يعني تكون وسطية في العلاقات ما بينه وبين المكون السياسي الذي تنتمي له في السابق برع العرف على أن كل القوى السياسية تختار شخصيات ليست بالكفاءة المطلوبة لشغل المنصب الوزاري ربما يكون ليس اختصاصيا يعني ربما يتم استقدام وزيرا للصحة وهو غير طبيب أو حتى وزيرا للمالية وليست له علاقة بالاختصاص المالي هنا تكمن المشكلة الأساسية في لبنان عنوان براق يتم تسويقه للرأي العام الداخلي والخارجي على أن هناك خلاف على تسمية الأشخاص لكن المشكلة أبعد من كل هذا أستاذ ماهر في ضوء حديث حضرتك عن أن التاريخ الحديث للبنان يقول بأنه مسرح لمساحة تجاذبات إقليمية كبيرة للغاية وأن بعض القوى الإقليمية إذا عطصت يصاب لبنان بالزكام هذا حتما وبحكم الضرورة ثم تقول حضرتك في مستهل الكلام المبادرة الفرنسية وما المبادرة الفرنسية الأمور يبدو أنها أعقد وأصعب بكثير من قدرات فرنسا ومن قدرات الرئيس إمانويل ماكرو أن يحتوي ويصهر كل هذه المعادن في قالب فرنسي واحد بالتأكيد كانت هناك توقعات متدنية للجهد الفرنسي كان البعض يرفع السقف حاليا على تبار أن ثقة الفرنسا في العلاقات مع لبنان ومع المجتمع الدولي قادر على تغيير المعادلة القائمة في لبنان لكن للأسف كانت الضغوط الفرنسية يعني ضغوط غير مقبولة من الشارع اللبناني باعتبار أن فرنسا تدخلت بكل سقلها والرئيس الفرنسي يعني أكبر سلطة سيادية في فرنسا زار لبنان مرتين واجتمع مع كل القوى السياسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر السنوبر في بيروت وكانت كل المؤشرات ترجح أنه سريعا سوف يتم تشكيل الحكومة الفرنسية إخفاق سياسي فرنسي بكل تأكيد رغم النواية الصادقة لفرنسا ربما لم تكن هناك الإشارات الجادة من الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على المكون الخارج الذي ينتمي إليه لبنان في تسهيل الحكومة ربما الإدارة الأمريكية الجديدة تكون لها كلمة الفاصل في هذا الموضوع وبالتالي حتى عن طريق فرنسا لكن أعتقد أن فرنسا هناك إخفاق سياسي كبير في حل الأزمة اللبنانية أستاذ ماهر هو بعد الرئيس ميشيل سليمان بقي لبنان دون رئيس فيما يعرف بالشغور الرئاسي لما يزيد على سنتين تقريبا حكومة تصريف الأعمال قد تبقى حكومة تصريف أعمال لما يزيد على العام وربما العام ونصف وحكومة تمام سلام من بعد ذلك كانت برهانا واضحا مشكلات بالجملة تشكل حكومة بعد مخاضن عسير لتواجه العقبات في مستهل عملها ليه تتعثر وبعد ذلك يخرج المتظاهرون وهلما جرى السؤال يطرح حول جدوى الفسيفساء السياسية اللبنانية وبقائها على ما هي عليه في ضوء اتفاق الطائف ما الذي تبقى من هذا الاتفاق وما الذي يحتاجه لبنان سياسيا حتى يخرج من هذه العثرات المركبة بكل تأكيد اتفاق الطائف باقي لأن أساسا ما حدش عنده رغبة داخل لبنان في الإخلال ببنود اتفاق الطائف لأنه يوزع المكاسب السياسية بين القوى السياسية يعني بين الطواف السلاسة الكبرى اللي هي الطائفة السنية والطائفة الشعية وطائفة المورنة هي الطائفة وبالتالي لا أحد في لبنان لديه الشجاعة في الانتقاص أو في تغيير اتفاق الطائف لكن ما يحدث في لبنان الآن هو أن كل طائفة أو كل مكون سياسي يحاول قدر الإمكان في اكتساب مساحات أكبر في النفوذ الداخلي وحتى القوى السياسية يعني بدليل يعني أن اتفاق الطائف يتحدث عن الطائفة المورنة أو المورنة على أنهم طائفة يعني وحيدة لكن هناك خلاف حد الآن خلاف حد النهاردة بين مكونات الطائفة المورنية بين القوات اللبنانية بين الكتائب بين التيار الوطني الحر بين المرضى وبالتالي الانقسام المصالح الذاتية الشخصية تتغلب الآن على المفهوم العام للطائفة في لبنان وحتى ده موجود في الطائفة السنية وحتى موجود في القوات وهذا يجعل من السؤال الحاحن أستاذ ماهر إذا كان المعطى السياسي الآن والواقعي للبنان تجاوز بكثير ما استقر عليه اتفاق الطائف مثلا مما ضربته حضرتك من أن أبناء الطائفة المورنية جسدا سياسيا واحدا وهم في واقع الأمر خلاف ذلك بمجموعة تيارات بتجاذبات بمصالح تختلف في مرحلة وتتفق في أخر بكل تأكيد لكن من الصعب الحديث في لبنان عن استحداث يعني ميساق جديد أو طائف جديد لأن تركيبة لبنان الآن تتكون من 19 طائفة وفتح هذا الباب سوف ربما ينهي التلاحم أو اللحمة القائمة باللبنان مشكلة لبنان ليست في الميساق أو في الدستور أو في اتفاق الطائف مشكلة لبنان في المكاسب الشخصية التي يسعى إليها الزعماء السياسيين مشكلة لبنان في التدخلات الخارجية كل هذا الحديث الذي نتحدث عنه وتحدث عنه الداخل اللبناني لا يمثل أهمية بالنسبة لرجل الشارع اللبناني الآن في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والصعب جدا الذي يعيشه المواطن اللبناني يعني لبناني الآن يمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة ربما منذ القرن الماضي حتى في عهد الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت روحها تطحن كل طائف الشعب اللبناني لم تشهد لبنان تردي في الوضع الاقتصادي كما هو عليه الحال الآن وبالتالي أصبحت أكثر من 50% من مكون الشعب اللبناني تحت خط الفقر الأزمة الصحية خصوصا في جائحة كورونا كانت مؤلمة في الواقع اللبناني ودائع المواطنين اللبنانيين في البنوك غير موجودة المصرف لبناني المركزي الذي كان يضرب به المسأل فأنه قادر على ضبط إقاع العملة اللبنانية وحفظ توازن الواقع الاقتصادي في لبنان الآن أصبح هدفا للانتقادات والتجريح والتخوين وحتى الاتهامات التي تطال حاكم مصرف لبنان وبالتالي الوضع في لبنان وضع متشعب القوى الإقليمية غير رحيمة بالداخل اللبناني الوسطات الخارجية في ظل الوضع الحالي كانت قاصرة على الدور الفرنسي الدول الخليج مشغولة بما يحدث في الداخل وبالتالي صرفت النظر تباعا عن التداخل حضرتك أشرت إلى جملة من التطورات أو التغيرات الإقليمية الآنية والمستقبلية التي ربما تحمل تغييرا كذلك في ما يجري في لبنان إن كان حلحلة أو تعقيد لا سمح الله الأستاذ مهر مقلد مدير تحرير جريدة الأهرام منضمن إلينا على الهواء مباشرة أشكر انضمام حضرتك إلينا شكرا جزيلا